دلوقتي جمعتكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم فأم ونجوم فأم تي في نجوم فأم على كيفك يا مساء الفل زيكم وأتمنى النهاردة تكون الليلة شيقة جدا لأنه موضوع الحلقة قدي إيه حيخلينا مفكر كتير وأنا دايما دايما لما بجأ فكر كده في التوليفة أو حتى برى التوليفة ككاتب كروائي كسيناريس بطور دايما أن الكتابة هي رحلة جيدة جدا جدا للحفر والبحث مفيش أجمل من أن البناء ده يكتشف أشياء جديدة طول الوقت في حياته ويكتشف طول الوقت أن أفكاره بتتغير ومرونة العالم حوالينا بتسمح لنا قوي أن احنا النهاردة اللي بناعتقده النهاردة بيطلع على البكرة والعكس صحيح ومن مئة سنة الناس اللي كانت موجودة وبتفكر في حاجات النهاردة أغلب الحاجات دي أو جزء كبير منها اتضح أنه مش صح فعاد موجود السبت في العالم وتغير العالم الكامل وبتتكلم على تغير العالم يعني المفاهيم والفلسفات والحياة ده شيء مصير قوي الإنسان المارن بجد هو اللي بيكمل الإنسان المارن بجد اللي قدر أنه هو يعرف أنه بعض الكلام اللي بيتقال زي مثلا أنا رجل زو مبادئ لا تتغير أعتقد أنه لازم يعيد تفكير في الموضوع ده خلص ما بتدومش عادي ممكن نعمل انطباعات تانية والمبادئ اللي احنا ماشينا عليها النهاردة هي مبادئ بالنسبة لنا بس ممكن تكون بالنسبة للآخرين مش مبادئ حقيقية دايما لهش علاقة بالإنسان بالنسبة لي وأخطاءه وأنه هو يبقى مجرم في أنه يأذي حد آخر يعني أنا شايف أنه أكتر حاجة سابتة في الدنيا مفروض نتمسك بيها وأنه لا ضرر ولا ضرر أنا لأذي نفسي ولا أأذي الآخرين بس هو ده أكتر حاجة لازم نبقى دايما نفكر فيها أما فيما عدا ذلك من أفكار أنا ما بدعوش أنه نغير قد ما بدعو بس أنه نفكر يعني نحاول نقلب المفاهيم بتاعتنا بأنه نزداد دراسة ونزداد أنه نحفر أكتر في الموضوع فيمكن نلاقي مية ويمكن يطلع بترول ويمكن يطلع لوفا في الآخر من تحت الأرض بس في الآخر أعتقد أنه التجربة الحقيقية وحلوتها هو أنه نفضل دايما بنتحرك طول الوقت الإنسان اللي بيوقف التراب بيجي عليه وبعد شوية بيجبر السن بعد شوية بيموت وهو لسه صغير أجمل حاجة لبقى أنه قادم يبقى من جواه صغير صغير يعني عنده الكريوزيتي بتاعت الأطفال عنده الطفل اللي عايش جوه اللي لسه عايز يعرف والخرم الكهرباء ده بيتعمل في إيه ويحط صباعي في الكهرباء ولا أولا أنزل الماء يجرب عوم الطفل ده أول ما يموت أول ما يكبر أول ما يتحول لكهل كده عجوز الموضوع بيروح معنا في منطقة تانية خالص بتدي الإنسان جسمه يفولو ويجري وراه ويساعده أنه هو ينتهي لذلك في ناس كبار في السن دايما بنقابلهم في الثمانين كده وتلاقيه بروح طفل وتلاقيه راجل فني وستة لزيزة وتفتح للدنات وموجودة وفي ناس بتبقى في عمر الستين والخمسين كمان بتبقى لسه حسنين خلاص فاضل الدنيا علي حاجة وسيطة وتبتدي دار على دار مسنين تروحها وتبتدي خلاص يعني بينهي الحياة بقرار داخلي من جواه ليه لأنه هو السبعات العلم واللعبة كلها هي فكرة أنا قاعد في الدنيا بعمل إيه فكر في يومك فكري في يومك النهاردة إيه الخلاصة بتاعت اليوم انتهت بإنتهت إن أنا خبطت لأربع ساعات براوزينج لطاف ودربت الساعتين التيك توك ولا التيك توك وبدأت أشوف اليوتيوب الحلقة اللي أنا بحبها وانتهي اليوم على كده ولا أنا طلعت قيمة معينة قريت حاجة معينة فيه أرتكال قريت وفيه كتاب قريت وفيه حاجة هتساعدني إن أنا العمر الكبير لما يجي عليها يكون المخ مكلبز وواكل ومبسوط وشارب بيبسي وحسس إنه عمل حاجة أعصد إنه في الآخر الدنيا لازم تبقى رايحة في منطقة من الجين العلمي طول الوقت وإن أنا عملا أدخل مدخلات كتير أو جواي عشان أقدر أوصل لمرحلة إنه فعلا مهما جسمي كبر أنا يفضل مخي هو بيقود الموضوع المشغل فيعني دي دعوة مني إن احنا نفكر أكتر بشكل كبير ونقرأ أكتر بشكل كبير والنهاردة الحلقة بتاعتنا هندور عن الحيوانات الحيوانات في الأدب الحيوانات في السينما الحيوانات في الموروس الشعبي بتاعنا وفي أفكارنا وهو الحيوان ده أقل مننا الحيوان ده مفروض نبصوله قوله الحيوان مفروض نبصوله لما نيجي نشتب نقول إيه حيوان ولا الموضوع أكبر من كده بكتير يلا ناخد غنيه ونرجع تاني نفكر بقى جد إيه موضوع الحيوان ده التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوبة فأم ونجوبة فأم تي في من ضمن الحاجات اللي بيمتاز بها الغرب إن هو بيبحث في حاجات إحنا ما بنبحث فيه خلص يعني هو عنده بريفليج إن هو يعمل كده مختبر علمي يختبر علم الحيوانات إحنا طبعا ما بنعملش كده هو برضو بيطلع الفضاء ما بنعملش كده إمكانياته بتسمح له كقرة كاملة والغرب مقصوب به مثلا أمريكا وما شابه وسواء مثلا في أوروبا ألمانيا أو إنهم يعملوا مختبرات لضرب الإلكترون في بعضه ويشوفوا هي وصل إيه وحاولوا اختراق سرعة الضوء وهما بيبحثوا في حاجات أبعد مننا بكتير وتعالوا نستفيد من التجارب بتاعتهم عشان نفهم إحنا برضو الموروث بتاعنا ناحية الحياة عمل إزاي والنهاردة بنتكلم في الحلقة بتاعتنا في التوليفة لكل يوم 3 من 8 العشرة بتتزاع بس الحلقة النهاردة بكلم عن الحيوانات طبعا عملوا تجربة مسيرة جدا جدا عشان بس ده أول حاجة أحكي لكم عشان تفهموا إنه الحيوانات مش حيوانات على فكرة الموضوع أكبر من كده بكتير التجربة تعملت في ستيشن كبيرة جدا وعملوا سيميليشن لغابة وحطوا فيها أرود رجالة وستات زكور وإنس وبدأوا يرموا كوينز على الأرض الكوينز دي ليها لون كده محدد فبدأت الأرود تلعب بالكوينز مش فاهمين ياخد الكوين ويروح لغاية الأفص المكان بتاع القطبان الأفص ويديها للحارس اللي موجود أو العالم يعني اللي موجود عند الأفص ده بقول حارس لأن الموروز بتاع جديدينت الحيوانات عندنا بتاعة الجيزة طبعا عاملة كده مفيش حارس ولا حاجة هو علماء يعني فبيديله الكوين فبدأ الحارس النهاردة يديله خياراية الخياراية دي هي زي إيه سندوتش الفول بتاع الأرد فبدأ لما واحد عمل كده بدأت الأرود كلها تجيب الكوينز وتديها للحارس فتاخد الخيار وتعودوا على ده وفهموا ان الكوين بيجيب خياراية واحدة في اليوم التاني لما بدأ يحصل ده لما بدأ الحارس ياخد منهم الكوين بدأ اديهم تلات خيارات فإذا فهموا ان العملة اتغيرت يعني بعد شوية بدأوا يجمعوا اكتر ويتصرعوا اكتر وبدأوا يجيبوا الكوينز اكتر ويدوا العالم اللي واقف على التجربة ويبتدوا يجمعوا خيار اكتر ويخبوه اليوم اللي بعده لما بدأ الخيارية ينزل للليفل بتاع ان الكوين يسوي خيارية واحدة تانية بدأ الناس تجيب الكوينز وبدأت تخزينها لان هما فهموا ان بكرة ممكن الكوينز تجيب خيار اكتر يعني الحيوان قدر يصل لمرحلة انه يفهم سايكولوجية السوق التجاري الاقتصادي في انه العملة تتغير الحيوان فهم العملة وانا بتكلم عن الشامبانزي بالذات اللي بتعمل عليه تجارب كتير اولى انه الفرق بتاع الدين ايه ما بيننا وما بين الشامبانزي حوالي اثنين في المئة بس يعني كل التغير الهائل في الشكل وفي الاتتتود وفي الزكاء الاجتماعي اللي مقبودة عندنا والاختلاف الرهيب في الهيئة العامة هو في الاخر وفي الصوت وفي اللهجة وفي الكلام يعني اصدح ان الكلام هو بيعمل صراخات بس او او كل ده اثنين في المئة بس تغير تخيلوا اثنين في المئة دول في الدين ايه فارق اد ايه المهم بعد شوية بدأوا يطوروا التجربة فلما بدأوا يدوم كتير اوي كوينز فبدأوا يطلعوا خيار كتير اوي وبدأوا يأكلوا كتير اوي لغات ما تخنوا واذا بحاجة مهمة جدا بدأت تحصل انه بدأ ارد يدي اردة الكوين بتاعه عشان يحصل حالة من حالات العهر يطلب منها ممارسة جنسية تخيلوا ان الارد بدأ يدخل كمان في انه يفهم حاجة زي كده اكتر من فكرة انه هو فهم العملة ده بدأ يعمل ضعارة بداخل الافس يعني بدأ يطلب الجنس مقابل الفلوس انتو متخيلين قد ايه الارد وصل لمرحلة من الانسانية في الموضوع طب احنا جبنا اقرب حد لينا عشان نشوفه ويروح لفين طب تعالوا ناخد تجربة تانية اتعاملتوا موجودة حاجات دي كلها موجودة على اليوتيوب على فكرة اكتبوا وتفرجوا على الناس بتعمل حالات مذهلة وحاجات اكتر من اللي انا بقوله كمان اعملوا تجربة برضو تانية مبين اردين حطينهم في قفص والقفص ده مفصول بازاز من المنتصب حيث ان الاردين شايفين بعض وبدأوا يلعبوا لعبة الكوينز وبدأ كل ارد بيدي الكوين للعالمة اللي وقفة واحدة ست لبسة بلطة ابيض وبتاخد الكوين ودت لواحد منهم خيارة ودت للتاني عناباية العناباية طبعا هي تشيز كيك بتاعت الارد فطبعا الارد اللي خات خياراية بصل زميل وبصلها نظرة غريبة جدا اللي هو انت بتعمل ايه لما بدأ يديها الكوين التاني فاديته خياراية اللي حصل انه رمى الخياراية في وشها الارد بيسور على وضعه مش عاجبه وبدأ يبص للجنبه وبدأ يحاول انه يقول انا معترض على الموضوع ده على فكرة حيوان بيعترض حيوان فاهم العملة حيوان بيتريد بالفلوس المتعة ده مش حيوان كلمة حيوان المنطلقة مننا لاي حد سايق جنبنا العربية فبيكسر علينا فنقوله يا حيوان احنا لازم نفكر فيها من اول وجديد الحيوانات مش حيوانات زي ما احنا فاكرين على فكرة ومهما كنا بنتخيل النهاردة انه مثلا منقول على السقر ونبص عليه احنا لو في الجو وفي نفس مكانه احنا ولا حاجة هو في الاخر هو سيد السماء لوحده بدون ما يعمل طيارة بوينج ويطلع ويبقى معه بنزين كتير ويدفع تذاكره هو راكب المكان بتاعه ولو نزلنا البحر النهاردة وبصنا للحوت وسمكة القرش هو في وقتها ومكانها مقارنة تنبينا هم الملوك والاسيات في اللحظة دي جزائي ما بالزبط نقف بجنب اسد في الغابة هو في الاخر احنا هنبقى نكرة ولا حاجة خالص في الاخر هنطلع فوق الشجرة املا ان هو ما عارفش يطلع ورانا وهنبقى بنعمل بي وخايفين جدا وقلقانين لانه شخص مسيطر على البيئة بتاعته بشكل كبير اذا الحيوان مش حيوان هو بيتعلم على فكرة وعنده قدرات مش عشان مش شبهنا يبقى يبقى ناس تنكرها عشان زكاءنا ما بيقدرش يحصله ده معناه ان هو نقدر نفعصه ونحطه جوه الجنينة ونتفرج عليه الموضوع بدأ يوصل لمرحلة ان برا بدأوا يصلوا من الوعي اللي لازم نبصله بعدم اصدراء وبعدم استنكار غريب السيركس في المانيا وفي اوروبا بدأت تنتشر فيها فكرة ما تاخدش فيل تقعد لاعبه عشاناكل وتركبه الكورة وتخليه نط من النار عشان خاطر يسلي الناس بدأوا اعملوا يعني الحيوانات متصورة ومحطوطة بشكل هولوجرامي جدا عشان ما تقزيش الحيوان الناس بتتقزي جامد اوي فالحيوان برضو بتقزي جامد اوي في التدريب وبيوصل لمرحلة ان في حيوانات بتموت اسناء التدريب هم وصل لمرحلة دي واحنا لسه ما وصلناش لتمن الاحترام للكائن ده يلا ناخد اخناه ونرجع تاني نفكر اكتر ونحفر اكتر طيب احنا عشان نفهم موضوع الحيوان زي ما عودتوكو دايما في البرنامج للي متابعيني من الاول يعني ان احنا دايما بنحفر ورا اوي 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 نرجع كده لغاية الزمن القديم اوي فنفهم حاجات كتير هنعايشين فيها النهاردة بس مش بنركز يا جاية الموضوع بدأ زمان خالص تماما بان الانسان بص الحيوان بقدسية شديدة جدا يعني بص ان النهاردة التور نهاردة لما بص على جدران القدماء من المصريين القدماء نجد ان التور النهاردة بيحتل باور عالي جدا جدا بالرسومات بس هو بيتباحوا على فكرة اوكي طب ازاي بيتباحوا وازاي في نفس الوقت بيقدسوا لو شفتوا منطقة السيرابيون في مصر ستجدوا ان هي مكان بيحتوي على كمية توابيط ضخمة جدا لتيران معمول لها شعائر جنائزية تابوت وزنه بيصل الى 80 طن حاجة محدش عافل غاية النهاردة ومنحتوها جوه ولا دخلوها ازاي لانه في الاخر محدش قادر يستوعب هو ده تعمل ليه اصلا طبعا الفلسفة دايما مش موجودة طول ما البرديات بتاعتنا تسرقت ومش موجودة وموجودة في متاحف اوروبا اعرفوا ان في متاحف منع دخول المصريين ان هما يدخلوا يقروا هزي اللفاف عشان بس نبقى فاهمين احنا وصلين لوضع عمل ازاي في ان هما النهضة اللي حصل دي ما كانتش من فراغ التور بيتدبح بيتدبح باحساس عام مننا انه هو بيصل كقربان الى الاله بشكل كبير يعني فيه تكريم لان انت الدماء بتاعتك ديت اللي موجود انا بتكلم بصوت القدماء الدماء بتاعتك اللي بتنزل على الارض دي هي دماء مقدسة انت بتضحي بنفسك عشان احنا ما نضحيش بنفسنا الانسان كان في البداية خالص بيبص للاله ان هو لازم يدي له نوع من انواع التضحية يرفع له ابن ما يدبح له ابنه عشان قطر يديه له فالاله يبقى ساتسفاي يبقى مبسوط ده انا بقى في التكلم عن فكرة القديم تماما قبل ظهور الاديان السماوية حتى وبعدين بعد شوية بدأ يقول طبعا نحط طور فبدأ يبص للطور وبدأ يبص للمعزة والفرخة والعنزة وكل ما هو دواجن اللي بيقدر ان هو يسيطر عليه لاحظوا الكلمة دي اللي بيقدر يسيطر عليه يعني ما شفناش قبل كده حد بيضحي بأسد او نمر او الزئب او الضبع انا بنشوف دايما انه بيضحي بماشية هو قادر على ان هو يسيطر عليها فبدأ يحط الطور ويدبحه وياخد دمه ويروي به الارض عشان موسم الحصاد يبتدي وفي نفس الوقت هو بيجسد التكريم ده بانه ياخد الطور ده ويحطه على الجدران ويوري قدقيه طبعا لو رحنا النهار ده معبد زي مثلا ابيدوس في سهاج سنجد لوحة ضخمة جدا لصيد الطور ودبحه من قبل الملك وابنه فالتكريم ده مش تكريم مجرد اظهار القوة قدم هو الاعتراف بالقوة وطبعا الموروث بتاع فكرة الطور موجودة عندنا ان احنا اوما نقول على حد قانونه ده طور يعني حاجة محدش بيقدر يوه في قصاده رغم ان احنا بنتباحه الدبح مع القدسية ما كانوش مختلفين عن بعض خالص طبعا البني ادم النهار ده لما بدأ يقدس الحيوان بالشكل ده بدأ برضو في نفس الوقت يقتل كل ما هو رغم ان هو بيقتل القسود وفي مصر كان فيه قسود وفي الصحارة كان فيه قسود العربية كمان بدأ بيقتل هذه الحيوانات بس بيبصولها بقدسية ان هو بدأ يحطها كرموز يعني ياخد الاسد يبتدي ينحطه على مثلا تاج يرسمه في رسمة من رسوماته فاكرين ريتشارد قلب الاسد مثلا في الفيلم التاريخي بتاع صلاح الدين لما هو واخد الاسم بتاعه وحطت الاسد على الدروع بتاعته بشكل كبير وعندنا برضو في الحياة المصرية القديمة تجده رمز الحية اللي موجود فوق التجان كلها اللي موجودة ازاي الاستخدام ده بدأ ياخده الانسان ويوظفه لصالحه ان ياخد قوة الحيوان اللي موجودة وصرعته ويستغل العنصر اللي فيه عشان يحطه على العربات الحربية وعلى التجان وعلى الجزم وعلى الادوات بتاعته وياخد من الناب يعمل السكينة بتاعته وياخد من الاسنان يطلع منها سلسلة يتباهى بيها الانسان بدأ يندمج مع الحيوان من زمن قديم جدا وقدرته على السيطرة عليه والتعامل معاه وصلت لمرحلة انه هو من القدسية وتدنت قوي الى فكرة ان بنقدم بيبصره بشتيمة دلوقتي بعدم احترام بانه يعني يستاهل يتضرب يستاهل ولا حاجة ده حيوان مش مهمة على فكرة احنا ممكن نقتل مليارات الفران عشان نصل الى تجربة تنفعنا ممكن نتبح ارانب كتير قوي عشان نتفرج على الاشعاء النووي بيعمل ايه في الارانب ممكن نموت سمك كتير قوي عشان نشوف بس تأثير حيوان تم تكريمه بشكل كبير جدا في الديانات الساموية كلها على فكرة يعني ايه في النهاردة زكره في القرآن هنشوف وفي الانجيل قد ايه كم مرة وستجد ان يعني يمكن حضرتك ما تذكرتش بس تذكر الحمار يعني ده ببساطة شديدة الكلب تذكر الكلب اللي بيقوله عليه ناجس تماما النهاردة وبيحمل النجاسة كان مع اهل الكهف على فكرة بايت معاهم ونايم معاهم وقاعدين معاهم وعلى باب الكهف ومكرم جدا فاذا لازم نبص الاباتشي وزي طهرات النفاسة النهاردة متاخدة مننا موسى ومتاخدة من طائر الاعجاز اللي موجودة عندهم يصل لمرحلة ان هما يمكن اجمل مننا في عيونهم وفي تفكيرهم وفي حاجات كتير ولكن الاختلاف والايجو الانساني اللي هتكلم عنه بقى بعد شوية هو ده اللي خلى الانسان يصل لمرحلة من التعالي الرهيب وهو ايجو سانتشك بكل حاجة بتدور حواليه في العالم ايفن حتى الكرة ارضية ظن في الاخر انها الدنيا كلها بتلف حواليها الصدمة كانت الالم الكبير لما كوبرنيكوس او جاليليو بدأ يقول يا جماعة على فكرة احنا اللي بتلف حواليه الشمس وده كان اكبر الم خاده الانسان ناحية حياته والالم التاني اللي خاص بالحيوانات كان من داروين يلا بينا نرجع تاني بعد الفاصل والغنية الحيوانات لنحلق النهاردة بتتكلم عن الحيوان وتاريخه وبعد كده هنشوفه هو وصل لفين وكنا وقفنا عند اللينك اللي فات عند منطقة الايجو الانساني الايجو هو الانا العليا وده بيجي عند الانسان لم يحس ان هو عمل حاجة عظيمة في حياته تفتكروا ايه السبب اللي خلانا النهاردة نعتلي قمة الهرم الغذائي بمعنى احنا طبعا في الغابة احنا مش في قمة الهرم الغذائي خلص لكن احنا في مكاننا هنا في المدينة اللي احنا مسيطرين عليها احنا بناكل كل حاجة في الدنيا من اول يعني ممكن لو الاسد ينفع التكلب كنا كلنا احنا بناكل سوشي بنكل كشري بنكل اي حاجة في الدنيا ماشية بتطلع من الارض ما بتطلعش من الارض احنا نقدر ناقل من اي حاجة ونسويها اللعبة بدأت مع نار الانسان قبل النار بخمس دقايق اللي هي ممكن تكون صعقة ضربت في الارض فراحت مولعة نار فبدأ يفهم ان هو يفضل يضرب كده صخرتين ببعض او ان هو ماسك صخرتين بدأ يضربهم بعد طلعت شرار شبه الصعقة اللي بيشوفها اللي حرقت الشجرة فبدأ يمتلك القوة امتلكها ازاي بالصدفة الانسان على فكرة تقريبا مفيش اختراع وصله او اكتشاف قدر يوصله في حياته قد ما هو وصله بالصدفة يعني اللي اكتشف النهاردة البنسلين هو اكتشفه بالصدفة والناس اللي اكتشفوا النظرية البيك بانج كانوا قاعدين مع بعض وحطين امر صناعي وبيحاولوا يلعبوا في اللاسلكي كده بموجات اللاسلكي وبدرسوا اللاسلكي ملهمش اي علاقة بعدين فجأة بصوا لقوا فيه تشويش غريب كده فقالوا اكيد فيه فضلات الطيور موجودة فوق على الامر ده فاحنا نتلعنا ننظفه وننظفه فضلات الطيور ونزله تاني فوجدوا الوش فبدوا يدوروا وورا فبدوا اكتشفوا الانفجار الاول لتكون واصداؤه اللي بدأ اتصل الينا اللي هي من اللي احنا فيها فطبعا ده في السبعينات طبعا طبعا اللي انا بتكلم فيه ده النهاردة يعني ان الانسان بيادين بشكل كبير للصدفة في حياته فهو بالصدفة بدأ يمتلك النار وبعد شوية من امتلك النار بدأ يولعها فيحطها في عين الدب اللي بيهجم عليه فالدب بيهبعد فبدأ دونن عن الحيوانات يمتلك حماية وبعدين بعد شوية حطعها باب كهف ودخل ينام في امان وبعدين شوية لما وقعت حتة لحمة في النار وبعدين بدأ يحطها ببق وبدأ يمضغها بدل ما يكلها يقعد ساعتين يلوكها عشان خاطر يعرف إبلاعها وجسمه يحتاج وقت طويل عشان يقدر يعمل كده بدأ ياخدها في ثانيتين يبلعها على طول والموضوع الهضم بالنسبة له أصيع وألز وأبسط دماء وراحل فبدأ يأكل بسرعة ويتفرغ ولأنه هو انتصب كمان في قامته وظهره اتصالة بكده وبدأ يقف بدأ يستخدم أدوات أخرى من تصنيع الحديد وبعد كده وصل لمرحلة تصنيع الساعات بعد كده في يوم منهم في حياته فالإنسان بامتلاك النار قدر يوصل لأهم قيمة موجودة في حياته بتفرقه عن الحيوان وطبعا لأنه في الأول خالص زي ما شفنا كان مندمج جدا مع الحيوان مندمج بمعنى أنه بيتخذ منه صديق ويكله شوية ويتعامل معه باحترام شديده بقدسية وبيقلهه يعني حضرات قديمة جدا جدا بدأ تعبد بعض الحيوانات اللي امتلاكها قدرات موجودة عندنا النهاردة بعض الحضرات زي ما أسأل حضارة الهندية بتقدس بشكل ما البقرة وما بتقداش تقرب منها تماما أصد أنه وفي الحياة المصريية القديمة كمان عندنا تقديس ما بيصلش لمرحلة التأليه ولكن في تقديس يعني فيه احترام شديد ده بدأ يندثر من كتر ما البني آدم بدأ يحس من بعد النار وبعد الاختراعات وبعد الدواجن لما بدأت النهاردة يصنع فكرة أنه يدجن الحيوانات ويعمل لها قفص ويحطها ويأكلها ويشربها ويبريد هذه الحيوانات ويفضل يخدعها بالأكل والطعام واللبسات لغاية ما تمتلق وتقلبس وبعدين فجأة يتبحها وياكلها فالإنسان بدأ يصل لمرحلة أنه أنا ملك الكل يا ولاد الذين أنا رقم واحد في هذا الكون وفضل الموضوع ده مترسخ جواه بشكل كبير لدرجة أنه هو بدأ يتخالي الكون ده كله تخلق عشاني والحيوانات دي كلها لازم تكون موجودة عشان تخدمي بس على فكرة أنا ممكن أدمرها تماما أنا المسؤول عن حمايتها لذلك اللي كان بيجنيني أن النظرة بتاعة الغرب عكسنا تماما يعني في الآخر ليه الحيوان في الغرب ليه كرامة كبيرة جدا إحنا بنزدري الفكرة دي تماما يعني واحد عنده بيقولك الحلم الأمريكي من ضمنه أن فيه كلب مثلا في البيت والعلم الأمريكي والعربية الفلانية والميوزيك الفلانية والإنبساط الأمريكي بالبيت الشكل اللي بنشوف في الأفلام الكلب يعتبر شيء من الحلم الأمريكي عندنا كلب مرمي في الشارع يقولك بقى إيه أنت هرميك زي كلب كده يعني معرفش إحنا ما بنرميش الكلب بس عمتا فضل التناونة وزي القطة الجعانة يعني أصد عندنا دايما إحساس كده من إحنا بناء شخص ده غبي زي الحمار والحمار مش غبي خالص على فكرة بمناسبة بالعكس عنده جي بي أس مش مقبودة عندنا زي الحمامة بالزبط الزجلة كده تسيبه بيرجع مكانه الإنسان لو سبته بيتخطف لوحده من غير حاجة فإذن إحنا حطنا وصمات معينة على الحيوانات إحنا زي بالزبط البني آدم اللي كان بيحب حده وبعدين مع الوقت بدأ يفقد هذا الحب بالوصل لمرحلة من الإصدراء الشديد وبدأ يدوس عليه برجليه بشكل كبير والأسف في الموضوع ده في الشرق عامدنا كبير ومتضخ يمكن أكتر من الغرب ولكن اللعبة كلها بالنسبة للحيوان بدأت في الغرب وبدأت خاصة من مناطق في شمال الشمال من ناحية النرويج وبدأت تتسلل عبر الحضرات كلها هذه الفكرة اللي خاصة بمنطقة الحيوان إزاي يتحول لحاجة مختلفة تماما وإزاي الحيوان يبتدي يتحول من إله نوصمه إنه هو إله مغير يعني إله شر وده اللي هنعرفه بعد ما نسمع لغنال طيب إحنا برضو منتكلم النهاردة في الحلقة بتاعتنا في التوليفة عن الحيوان وأنا جاي بتاريكم من بداية خالص كده عشان إحنا بس عندنا أزمة نهاية مش قادرين ننفع من هذا الكائن أو الكائنات اللي عايشة حوالينا كلها هي جزء من منظومة في حاجة إحنا مش مزبوطة مش قادرين نفهمها عن الكائنات دي كلها يمكن ما بنبصلهاش أو بنبصلها بنظرة إن هي موجودة وخلاص مش فارقة على فكرة لا بس الموضوع فارق كتير جدا إحنا يمكن نكون بناديم بوجودنا لبعض الكائنات على فكرة يعني يمكن إحنا عايشين النهاردة لإن في كائنات معينة حتى لو كانت اندثرت في الحياة فهي ثابت لنا بساحة إن إحنا نعيش وكائنات تانية وفرت لنا حاجة إحنا مش قادرين نحسها زي الشجر وتوفيره للأكسجن طول الوقت زي زي إن فيك كائنات مثلا زي دود الأرض ده في يوم من الأيام هو اللي أتحللنا إن إحنا يبقى فيه زراعة أصلا يعني إحنا مش قادرين بس نستوعب الفكرة بل يمكن كمان دخلنا الحيوانات في الميثالج بتاعنا بطريقة غريبة جدا تعالوا نفكر كده شكل الشيطان لما نكتب الشيطان على الجوجل هتلاقوا شكل معين بيطلع عند كل الناس تلاقوا رأس عنزة وده اللي يستخدم مثلا في الفيلم بتاع التعويزة لو أنتم تتذكروا هذا الفيلم اللي طبعا روع الأجيال زمانه بتاعه إنه العنزة رأس العنزة رجلين العنزة أوكي وهتلاقوا ماسك عصايا فيها شوكة ولابس سلسلة فيها نجمة وده شكل الشيطان السائد اللي هو قاعد على العرش كده هذا هو الشيطان ولابس البنتجرام اللي هو النجمة الخماسية واللي بتتسمع على الأرض وعبدة الشيطان وبتاعه وكلام ده طبعا لو جينا نفكر نهاردة نجد أنه عبر العصور الشيطان تحول من إله الشر الموازي للإله العادي لكائن عنده قدرات خاصة يعني راجل مع وسطة يقدر يعمل حاجات دي يطير حاجاته إلى شخص أو شكل من أشكال الكائنات اللي هي ممكن مع الوضوة كده يتلسع من المياه يجري يعني إحنا حولناه زل هذا الشكل عبر الميثولوجي الإنساني الطبيعي بس تعالوا ندرس هو ليه شكل الشيطان عامل كده مكون من مجموعة من الحاجات على رأسهم حيوان ما طيب المفاجأة إنه اللي إحنا شايفينه ده هو إمكانية من المتدينين أو أصحاب الأديان إن هم يلصقوا كل التهم ببقية الأديان المختلفة والأليها الأخرى يعني النهاردة الشوكة اللي في إيده دي دي شوكة بوسايدن ده حد من الكهنة قرر إنه هو يخلي من شوكة بوسايدن علامة على إن بوسايدن هو جزء من الشيطان وطبعا البنتجرام اللي اتعمل على السدر الشيطان هو ده البنتجرام اللي هو يمثل نجمة فينوس وده كان معبود من المعبودات برضو هذا الكوكب العظيم كوكب الزهرة فعندنا كوكب الزهرة وعندنا عصاية بوسايدن وعندنا الجدي اللي هو دايما بيطلع في أفلام الأجنبي بالذات أكتر من يمكن المثال الجدي مش عندنا قوي هو موجود على فكرة وموجود يعني هتلاقوه في قصص كتير قوي كمان ولكن هو مترسخ جدا بشكل كبير رجل العنزة وفاكرين الإفة بتاع الفنان محمد هنيدي في الفيلم بتاع جاءنا باني تاني لما عمل إنه رجلي زي دي والنقطة المشهورة عندنا ليه رجل العنزة؟ لأنه في إله قديم بنشوفه وهتلاقوه موجود في فيلم زي نارنيا مثلا اللي هو الإله بان إله الميوزيك وإله الطرف والانبساط والمتع والخمور والكل المشاهيات دي كلها فكان الإله ده عبارة على وكتبته بان جاد هتجدوا النهاردة أنه هو يمتلك نفس الشكل بتاع الشيطان بظبط هو رجل بدماغة عنزة ليه قرونة عنزة وليه رجلين عنزة مع إنه إنسان هو خضية ما بين العنزة والإنسان فهو الكهنة في قديم الزمان بدأوا يحطوا النهاردة كل الرموز الحيوانية الموجودة في شكل عنزة مثلا وبدأوا يحطوا كل الرموز بتاعة الآلهة وركبوها في شكل الحيوان عشان يصدروا هذه الحيوانات فالناس تنسى هذه الآلهة وتتجه إلى آلهة أخرى سواء بقى قبل الديانات السماوية أو أثناء الديانات السماوية فطبعا ده نفهم من خلاله قد إيه الحيوان مهم في إنه هو يدينا باور إحنا أيامة بنشوف أفلام الغزلان والحيوانات المفترسة زي الجاموس الوحشي أو مش مفترسة أصدر الله الأقوى شوية محطوطة في إطار من الخشب موجودة عند الصيادين وبنشوف صور للملوك وهم أتلين 80 بطة و50 وزة وفردين هم يمكن عندنا كمان في مصر الملك فاروق كان ليه لقطة مشهورة جداً وهم موت عادة ضخمة جداً عشان يبرز باور ما الإنسان بيستقي القوة بتاعته والإيجو بتاعه من إنه قادر يسيطر على العالم الحيوان اللي هو طبعا فقدنا إحنا القصة دي لوقت إنه إحنا خلاص عطينا حيوانات جوه الكيج خلاص ويتحطت جوه جنينة الحيوانات مع إننا مش أخدين بالنا خالص طبقاً الكتاب طبعاً بتاع ديزموند موريس أدعوكم نقرأته اسمه The Human Zoo إنه إحنا خلقنا جنينة إنسان أو جنينة حيوان إنسانية إحنا حطينا نفسنا جوه أفاص معينة من الأفكار والتقاليد وحطينا نفسنا جوه هدوم معينة الإنسان هو الكائن نحيد بيلبس هدوم على فكرة وكل هدوم ليها معنى يعني النهاردة لو بصينا للتاريخ نجد إنه الاتحاد السوفياتي النهاردة في لحظة من اللحظات قبل سقوطه كان بيبص للرأسمالية الأمريكية مثلاً على إن هي الوحش اللي جاي متمثل في البنطلون جينز لأن مارليم ونروه لبس البنطلون جينز في لقطة من اللقطة بتاعتها ولأنه جون وين من أهم الناس الكوابويز اللي عمله الأدوار كان بيلبس جينز فحطوا فكرة إن الإنسان جينز ده هو الرأسمالية تخيلوا النهاردة الإنسان بدأ يحط وزي ما ماماو مثلاً في الصين ماوتي تانج النهاردة خلال بدلة الرمادية هي علامة إن الشعب كله شبه بعض وقدي الإنسان حتى وصل لمرحلة إنه الزي بدأ يتحكم فيه تخيلوا إحنا عملنا في نفسنا إيه؟ إحنا جينا نحبسهم حبسناهم الفعل إحنا حبسنا نفسنا معهم بشكل كبير جوه مفاهيم كتيرة إحنا مش قادرين نستعبها يلا ناخد فاصل وغاني وننبسط ونرجع تاني كوبات شابه بعضاً نكمل بقى الحيوانات حصل إيه معانا وعملنا إيه معانا مع الفن يلا بينا تمام التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في بنكمل موضوعنا على الحيوانات ونيجي عند الألم الكبير اللي قاله الإنسان من بعد ما أدرك إنه قرى الأرضية مش هي مركز الكون القلم التاني جي على إيد داروين داروين جي قاله يا جماعة على فكرة إحنا مش جايين زي ما إحنا كده هو ببساطة على فكرة بس عشان منتفقين عشان في ناس كتير بتزعى من هذه السيرة بس لازم أوضع حاجة للتاريخ واللي هيقرأ واللي يتبحر أكتر هو داروين ما قالش إن الإنسان أصله إرد خالص يعني بخلاف إن إحنا بنبص للإرد على إنه يععي يعني وإيه ده معقولة وكده بس هو فعلاً والله هو ما قالش كده داروين قال حاجة بسيطة أوي قال يا جماعة الإنسان لما بنرجع وراءه تماماً تماماً بنجد نواب يتغير إيه جماجم اللي موجودة في الكهوف لناس يعني في الآخر قريبين منا جداً جداً في الشكل وهو في الآخر لما بنرجع 200 ألف سنة 300 ألف سنة مليون سنة بنجد الإنسان ولكن بنجد هيئته بتتغير من الادابتيشن وده موجود في العصر الحالي لو رحنا التبت النهاردة وطلعنا فوق عند جبال الهيمالايا مثلاً في يوم من الأيام سنجد إنه الناس اللي عايشة هناك بتمتلك رئة بتتحمل الضغط الجوي الواطئة أوي لفودة ولو رحنا المناطق وطية جداً جداً الناس بتغطس تحت المية سنجد إنه ولادهم دايماً بيتحملوا الضغط القوي جداً تحت الماء أكتر من الرئة بتاعتنا ده أدابتيشن دي قوة الإنسان في إنه هو يقدر يتعامل مع البيئة ويشتغل إذن هو بيقول بس حاجة إن إحنا لم نكن بالشكل ده إحنا كنا جايين من سلسلة من التطور اللي وصلتنا للشكل ده وفيه في لحظة من لحظات فيه عنصر كده كان كائن محدش عارف يمسكه الكائن ده ملوش لسه وجود في الحفريات وده مش معناه إنه مش موجود بس بيقول إن الكائن ده هو اتفرز منه طلع الإنسان واتفرز من التاني طلع الإيب الهاي إيبس اللي هي غوريلا شامبانزي حاجات تانية ده اللي قاله داروين ولا أنا مطلق الحرية نصدقه ما نصدقوش مش هتفرق عيش اللحظة عيش حياتك كده كده عمرنا كام سنة عشان خاطر يعني نتفاز لك أو نبقى زعلانين أو إحنا كان أصلنا إيه في الآخر بنعيش اللحظة وعقول ما بنفهم الحياة بنمشي أصلا يعني ما بنلحقش أصلا نعمل أي حاجة وده غريب جدا بالنسبة للإنسان لو فكر فيه فنرجح تاني نقول إنه داروين قد ألم للإنسان إنه قد له حاجة مهمة جدا انت شبه الكائنات التانية على فكرة تعال ناخد كده حاجة مهمة جدا نفكر فيها النهاردة بات عليها كده وماليش دعوة هتفاصل كل إيه بس الإنسان في لحظة من لحظات حياته جوه بطنه أمه هو جنين بيبع عنده خاشيم وفي لحظة تانية بيبع عنده شيء أشبه بالديل هو بدأ يقول يا جماعة فكروا إحنا نتاج تطور معين جاي من كائنات في يوم الأم كانت تحت المياه خاشيم وجوه بطن الإنسان هو بتصنع بيمر بنفسه هذه الفكرة ما علينا المهم إن داروين قد ألم للإنسان خلاه يبتدي يبص الحيوان بشكل مختلف الغرب نصه بدأ يقول كلامه صح والنص التاني بدأ يقول لا 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 أكيد إحنا مش كده خالص وده اصدراء كامل للإنسان آيا كان هو في الآخر البتي أو الرحمة أو العطف اللي موجود جوه الإنسان الغربي هو أكتر بكتير من الإنسان الشرقي رغم أن الإنسان الشرقي يمتلك جوه عطفة رهيبة جوه الأديان بتاعته للحيوانات ولكننا في الآخر عبدنا موروسات خاصة بفكرة أن الحيوان هو شيء لازم نتباحه عادي جدا على فكرة براحتنا هو نعمل اللي إحنا عايزين هو في الآخر هو في إيدينا حتى لو كان فيه دب حتى لو كان فيه تطحية حتى لو كان فيه أي حاجة لازم نتعامل باحترام مع هذا الكائن نروح بقى الفن عشان نشوف بقية الحلقة هتروح على فين وإزاي الحيوان لما دخل جوه الفن أثراه وكبره بشكل أحلى من كده بكتير تعالوا روح لتجربة زي بتاعة جورج أورويل مزرعة الحيوانات جورج أورويل ده رجل اسمه في الأصل إيريك آرثر بلير بس مش كده بس من كتر خوفه أنه هو يطلع رواية مجنونة قدام الناس أو أنه ينشر أصلا فكرة أنه ينشر وخاف الناس شعر عليه تقوله الرجل عبيط نشر رواية عبيطة إيه الهبل ده فسمى نفسه جورج أورويل وهو خد من جورج واشتن وخد أورويل ده اسم نهر موجود في أمريكا في إنجلترا أنا أسف هو رجل إجليزي كان بيمشي جنبه وبدأ يسمي نفسه هذا الاسم هو من موليد 25 يونيو سنة 3 يعني قريب من هذه الأيام اللي إحنا فيها وتوفى سنة 50 على عمر 49 سنة بس سوريا 50 سنة أقل من 50 يا ربي بعمر بسيط خالص نتيجة مرض السل وراجل ده في حياته ورغم أنه إنتاجه الأدبي بسيط ورغم أنه عمره بسيط بس الرجل ده عمل ضربة بجوعه وفي سنان الأدب مأثرة لغاية النهاردة على جميع المستويات بأنه هو أنتج روايتين مهمين جدا أولهم رواية 284 اللي كان فيها تنبؤ لفكرة السيطرة والمرأب اللي إحنا عايشين فيها النهاردة على فكرة بجوجل يعني فكرة النهاردة بقعد بتكلم معه صاحب يلاقي جوجل بيقول لي إيه ده مش عايز تروح الساحل وأنا لسه بتكلم معه في الساحل اللي إحنا فاكرين إنه بسمعنا والفكرة إنه البيهيفير بتاعنا لما بيجي نعدي إعلان كده على الإنستجرام وبعدين نقف عند لحظة فيها بحر فأوتوماتيك بيجنريت إن الرجل ده عايز يروح البحر فبيطلع لإعلانات البحر بيبص على جزمة فبيطلع للمركات الجزم هو اللعبة إنه قدر يدرس البيهيفير بتاعنا هو جوجل أورويل قدر في سنة إنشاء هذه رواية وكتبتها إنه يحقق شيء مهم جدا في إن الإنسان سيتم التعامل معه بفكرة التدجين والدواجد بس الرواية الأهم اللي بنتناولها النهاردة هي رواية مزرعة الحيوانات الرجل ده قدر يجسد فكر خاص بالشيوعية وخاص بفكرة هو طبعا الرواية ده كتبت في الأربعينات فكتب عن ما يحدث في العالم من وجه نظره وبوادر ونهايات الحرب العالمية التانية بدأ يكتبها في إطار من إنه حولها إلى خنازير وحصنة وكلاب وحول كل شيء إلى حيوانات وبدأ ياخد رمز الحيوان وبدأ يشتغل بإطار إنه يحط المعاني كلها على لسان الحيوانات عمل كونفيوجين عمل جنان لكل الناس الموجودين في عصره إنه إنت تقصد إيه وليه مشابه دول بالخنازير وليه مشابه مع الاختلاف طبعا الخنزير بره مش زي جوه إحنا هنا بنبص الخنزير بنبصه له على إنه الحيوان اللي مناكلوش وعيب لكن هو بره يبصه له على إنه الداجن العادي له زي الخروف بس فكرة هو ليه إنت استخدمت ده كلب ليه ده فرس ليه ده خنزير هو ده اللي بدأ يلعب عليه بزكاء شديد وسب كمية كونفيوجين ولخبطة للناس في تفسير هذه الرواية قدت لإن بعض المترجمين ودور النشر بدأوا يغيروا بعض الكونتنت وبعض النهايات وحتى لما تعمل مصرحيات ولما تعمل أفلام عن فكرة مزرعة الحيوانات اللي كانوا بيبصوا لها مسكات وبيمثلوا عن مصرح بالشكل ده بدأوا يغيروا بعض السيتنجز عشان يعدوا أمور سياسية ويعدوا بعض الحاجات اللي خاصة بالكنيسة وقتها أنه يشبه حاجة كده بحيوان معين بالكنيسة عشان يقدر يعدي هذه الفكرة قد إيه رواية بتبقى عاملة زي الحجر يترمي كده يخلي كل الناس تعيد تفكير تاني في أفكارها هو ده اللي عمله جورج ورول وده أول لابنة نفهم الحيوان لما دخل بس كده بكتفه في عمل فني عملي يلا ناخده هنا ونرجع تاني نكمل الريحة لفتاعة الحيوانات طبعا جورج ورول لما ذكرناه النهاردة لازم نفهم الناس تأثيره على الكتاب رغم رواياته القليلة اللي كانت يعني في مدة بسيطة جدا من عمره بس راجل ده ما كانتش عنده وقت خالص إنه هو يتنفس يعني كان طول الوقت بيقوله إنه هو ما عندهش بريفليج إنه هو حتى يقعد يهزر ويدحك وتاكن طول وقت قاعد وكأنه عارف إن عمره قصير جدا جدا سنة ستة واربعين بدأ يحط بعض المعاني زي مثلا لا تستخدم أبدا كلمات طويلة الكلام ده اللي بيحبك تبيفكر فيه حيث يمكنك استخدام أخر قصيرة يعني استخدم حاجات قصيرة جدا في الكلام يمكنك استخدام عن كلمة في النص افعل ما ترغيش كتير لا تستخدم أبدا صيغة المبني المجهول لو أنت قدرت تبني للمعلوم ما تستخدمش كلمة أجنبية أو علمية أو كلمة ذاتة رطانة لمجرد أن أنت عايز تستعرض للدنيا كسر القواعد أسرع من قول أي شيء همجي ده شيء همجي مجرد أن أنا أكسر القاعد عشان أقول حاجة وخلاص ده شيء همجي جدا وحط في وصوليته وقال يا جماعة أنا مش عايز حد يكتب عني سيرة ذاتية أبدا من بعد ما ماتي سيرة ذاتية هي أعمالي لمقودة مراته حفظت على هذا الشكل لغاية ما بدأ ناس تتطوع وتكتب بعض السير الذاتية عن جورجو أورول بدأت تتخانق مع بعض الناس لغاية ما حست أن أفضل حال أنها تجيب حد بجد يكتب عن سيرته الأصلية وراجل ده تخازل جدا وما أعملش حاجة مهمة وفضلت في الآخر سيرته دايما هي حاجات هو لا لا كهو كان عايزة ولا مراته قدت أمر بيها الراجل ده سنة 34 عمل رواية اسمها أيام بورما ورواية دي طبعا خدت كلها شكل سياسي بالنسبة له هو كان بيكتب بشكل سياسي إمبريالي عصري نابع الموضوع منين دولته كانت هي أمريكا العصر هي راجل نهارده كانت نهارده حد أمريكي بيكتب يعني هو البلد رقم واحد على العالم إمبريالية فكرة الإمبراطورية الكبيرة المترمية للأطراف اللي هي في الآخر كان بيبص للأضعاف الضعاف اللي موجودين فيها يعني هو بيعمل رواية النهارده بتتناول حياة الهنود المضطهدين تحت الإمبراطورية الإنجليزية وطبعا هو كان كاتب معارض بشكل كبير لذلك هو كان بيستخدم أساليب كتيرة لصال فكره بشكل مهم ابنة القسيس دي برضو رواية بتتكلم عن التقاليد الكنسية الأديمة عمل دع الظنبقة تطير سنة 36 عمل متشردا في باريس ولندن عمل ده كانت 33 39 عمل الخروج إلى المتنفس الصعود إلى الهواء وده كان فيها ريحة إحساس إن الحرب العالمية التانية هتقوم عمل بها كيهة 1949 وطبعا رواية دي سنة 49 إن أسف عملها 1984 وكتب رواية دي سنة 48 وصدرت يعني سنة 49 وعملها بمقلوب الرقم يعني سنة 1948 كتبها وكأنها بتدور في سنة 1984 ألب الرقم بالمناسبة ده حصل لي وأنا بكتب رواية لوكان دبيرو طويس أنا أقسم سوري الموسم سوري الغزلان أنا أعملها سنة 2016 وأنا كنت حاط التاريخ مش مكتوب في رواية جواية إنها بتدور سنة 61 وده كانت مفرقة بالنسبة لي بتهزر يعني أولا ما عملتهاش لأن عمر ما كان ده حد هيتخياله إنه هو موجود بجد يعني 37 عمل الطريق إلى الرصيف ويجن والسنة 38 عمل الحنين إلى كتانوليا وطبعا لو نما نرجع لأهم روايات وطبعا مزرعة الحيوانات نجد إن هي رواية ديستوبية بتدور في مدينة فاسدة فيها ديستوبية يعني فيها ديستوبية عكس فكرة يوتوبيا اللي هي المدينة الفاضلة هي مدينة فاسدة وبيشوف النهاردة مجتمع خيالي من الحيوانات بيدور جوا مزرعة لها صاحب راجل سكير وقفل ببنى المزرعة مرة غلط فالحيوانات بدأت تتعامل مع بعض في إطار من السلطة والحكم وكل حاجة بس وحاطت الدنيا خنازير وكلاب وطبعا الرواية من أروع الروايات اللي ممكن حد يتخيلها وطبعا هو كان حاطت إنه جوزف ستالين هو الرئيس بتاع الحيوانات دي والقمع كله جاي من عنده كان عامل هتلر مزرعة على جنبه كان بيجسد ما يحدث في أجواء الحرب العالمية التانية كلها بس في إطار من الحيوانات وطبعا العنوان الأصل بالإنجليزية كان شبه كده الاتحاد سوفيتي كان عامل وكان عامل فكرة حاجة كده شبه فكرة الجمهورية جمهورية المزرعة الحيوانية كان بيفكر لها في كذا حاجة وظهرت في الترجمات بكذا شكل من أشكال اللعبة عشان تتخطى الحدود والناس تقدر تفهمها بشكل كويس طبعا كان عامل حاجة اسمها ميجر العجوز وصاحب فكرة الثورة الأصلة اللي موجود عامل نابليون ده خنزير كبير وكان عامل سنوبول ده كرة التلج ده برضو كان خصم نابليون وده برضو حيوان عامل سكويلر عامل منمس عامل الخنزير المتمردة عامل البشر في بعض البشر موجودين المهم في الآخر قدر يحقق حاجة ما بين الحصنة والحمير والخنزير وكانت حاجة في منتهى الزكاء وكمان استخدم يمكن الطيور والجورذان والبقر والقطة الراجل ما سابش بصراحة عامل حاجة عظيمة وستجدوا هذه الترجمة موجودة لجوجو أورويل بليز ده ترشيح لطيف لو أنتو حابين تقروا عالم مغير تماما اللي احنا نعرفه يلا ناخده هنا نرجع تاني نكمل رحلة الحيوانات جوه التاريخ طيب التأثير طبعا بتاع الأنيمالز اللي شفناها عبر العالم والتاريخ وبعدين نروح لمنطقة أنه بنبص على الحيوانات قصرت في حياة أورويل وعمل مزرعة الحيوانات وقدر يحقق رواية النهاردة بتعد من أهم مئة رواية على مستوى العالم رغم الراجل ده النهاردة ما خدش الجواز الرهيبة اللي موجودة في العالم بس تأثيره ممكن أكتر من ناس كتير احنا ما نعرف همش خادوا نوبل يعني هو قوي جدا بهذا الشكل بينك فلايد من أهم الفرق اللي عمستوى العالم تشكلت سنة 65 وده فريقه اعتبر العمدة بتاع فرق العالم يعني بينك فلايد طبعا لو كتبته هتلاقوا تاريخه وما بين بقى طبعا الطلاب اللي عمله ده مثلا سيت بارت مثلا العمل الموضوع ونيك ميسن وناس اتغيرته روجر ووترز الناس النهاردة قدرت أن هي تتحقق الفريق ده وطبعا في ناس منهم توفت وفيه اتنين يظل بينك فلايد بأغلفته الغريبة المعمولة اللي طبعا كانت مصيرة جدا للجدل وهنتكلم النهاردة عن غلاف ألبم قلب الدنيا الألبم طبعا بتاعهم هم تأثروا جدا جدا برواية أورويل اللي هي بالنسبة لموضوع الحيوانات أنيمل فارم وطبعا عملوا الألبم بتاعهم اللي هو الجانب المظلم من القمر وعملوا أتمنى لو كنتوا هنا ولكن في سنة 75 عملوا رواية أنا أس بسوري 77 عملوا الألبم بتاع أنيمل وأنيمل ده طبعا هو اللي سبق ألبم The Wall اللي هو تعمل فيلم بيجمع مليوني الانيميشن والريلايف يعني وفي الآخر في جوة الفكرة بتاعة أنيمل عملوا حيوانات حققوا أغاني باسم الخرفان الخنازير الكلاب وبدأوا يفكروا إزاي يحطوا المعاني الفلسفية وهم فريق فلسفي جدا يعني اللي يسمعوا لازم يكون فاهم قوي إنه هيسمع جرعة من الفلسفة ومش مجرد أغنية على منطقة خروف وخنزير وكلب وبدأوا يعملوا حالة من الانتشار الغريب بطريقة غريبة جدا بخلاف طبعا بعد كده لما عملوا The Wall أصبح الموضوع بينج فلويد تسيادوا الدنيا دورين فترة السبعينات اللي هي طبعا كانت الفترة الازدهار الأولى واللي استمروا بيها لغاية النهارده طبعا بينج فلويد لما عملوا ده قرروا يعملوا كفر غير عادي فجابوا خنزير ضخم جدا هو طبعا أحد أبطال منزرعة الخنزير طبعا سوريا منزرعة الحيوانات هو خنزير كبير قوي اللي هو نابليون وبدأوا يعملوا خنزير منطاد ضخم جدا والخنزير المنطاد ده بدأوا ينفخوه ويعلقوه ما بين اتنين مداخن بتاعة مصانع وعشان يربطوه كده ويصوروا مدخنتين بيعبروا عن الرأس مالية المصنع وحطين الخنزير في النص طاير كده في النص وإذا بيهم وهم بيصوروا الحبل تتقطع والمنطاد يجري منهم وابتدي الناس تبص على السماء في البلد وتجد خنزير ضخم جدا قد الطيارة ماشي حركة الطيارات وقفت الدنيا كلها تقلبت المصورين بدأوا يصوروا في كل حتة واشطهر الألبوم بجنون لإنه خنزير طاير في الهوا وده كانت أكبر دعاية لم يكن أبدا بينك فلودي يتخيلوها لما عملوا ألبوم الأنيمالز وطبعا ده كان تقدروا تكتبوا جدا جدا أنيمالز ألبوم على الجوجل وتشوفوا اللقطة بتاعة الخنزير اللي طاير ما بين المتخنتين هم خدوا اللقطة عملوا الألبوم ولكن اللي بعد اللقطة هو تقريبا كانت أكبر حملة دعاية موجودة برضو كولد بلاي طبعا من أهم برضو الفرقة اللي موجودة قدر برضو يعمل حاجة اسمها ترابلين تاون وده برضو ألبوم عمل في جزئين عمل حاجة اسمها شروق وعلى حاجة اسمها غروب ودي بتمثل أغاني الشروق وأغاني الغروب وطبعا عملوا الأغاني بتاعتهم اللي كان التطور الأقوى بقى بالنسبة الكولد بلاي إن هما صوروا بعض الأغاني بالأفيال وبعضها بالأرود وطبعا حازت على إعجاب وصل لمليار وتخطى المليار في تصوير الأغاني بتاعتهم من الفرجة على اليوتيوب إن هما إزاي قدروا يوظفوا فكرة الحيوانات والفلسفة الخاصة بأورويل والحيوانات الموجودة وراه علشان يعملوا ألبوم كسر الدنيا بشكل مش طبيع وصل لمليار ومتين مليون مشاهدة لبعض الحلقات زي مثلا أغاني باردايز على الإنترنت معمولة في 2011 كلها الأبطال بتاعتها أفيال وعمل أغنية تانية في 2015 اسمها Adventure of a Lifetime ودي كانت موجود فيها الأبطال هما الأرود وطبعا عملت مليار مشاهدة برضو على مستوى العالم جنان إحنا عمرنا ما تخاني أبدا إن هو يصل إليه إنسان هو يصور أرود ويبتدي ياخد بيها هذه القوة كلها طب هل الحيوانات أثرت في حياتنا بشكل أكبر من فكرة الأكل والتقديس وبس مجرد الغنى لا الموضوع طلع أكبر من كده كتير يلا ناخد غنية ونرجع تاني نقسم بقى طيب تعالوا نكمل نشوف الحيوانات لما بدأت تروح من الحيوانات العادية للكتابة ونجد النهاردة نص يونيج جدا جدا نستخدم نفس الباور ده النهاردة النص ده اسمه كليلة ودمنا نص قديم قوي في الحياة لما نجي نفكر فيه النهاردة هنجد إنه هو طبعا استخدم حيوانات تخدام عظيم وقدر برضو يحط على الحيوانات معاني كبيرة قوي والنص ده برضو أثار بالبالة غريبة جدا وسط الناس وخلاهم يبتدوا يتخيالوا حاجات كتير قوي خاصة إنه هو طبعا مترجم محدش عارف أصله وعمل إزاي بس بيقوله إن ابن المقفع قد يكون هو المترجم قد يكون هو الكاتب بتاع الموضوع الأصول الهندية كتب بلغة سان سكرتية يحتاج لترجمة للغة الفهلوية في أول القرن السادس الميلادي بأمر من كسرة الأول وطبعا أصل الكتاب النهاردة محدش قادر يمسكه قوي ولكن في الآخر بيقوله إنه الأصول الهندية واللغة سان سكرتية هي أكتر الموضوعات المودة كتاب بيحتوي على خمس عشر بابا خمستاشر باب فيه باب الأسد والطور باب الأمر دمنى باب الحمام المتوقع باب المبوم والغربان القرد والغيلم باب الناسك وابن عرس باب الجرد والسنور وباب ابن الملك والطائر وباب الأسد والشغبر الناسك وهو ابن آوة كل دي أسماء لحيوانات قديمة وطبعا كل باب بيحتوي على قصص والموضوع معمول بشكل شجرة وماشي زي ألف ليلة وليلة كده كل ما نمشي مع قصة نروح نسمع حاجة ونرجع للفكرة الأساسية وده اللي اتعامل في ألف ليلة وليلة وده أسلوب أنا جربت إن أنا أستخدمه يمكن في رواية الأخيرة ووجدت إنه هو ساحر بشكل مش طبيعي نحنا طول الوقت دايما عندنا منطقة من الحكايات المتدخلة نبقا عندين من نكلم في موضوع وبعدين نحكي على فلانة وعلى فلان وبعدين نرجع تاني الموضوع الأصلي هو دي طريقة حكي الإنسان برضو الحيوانات طلعت من عندنا فن آخر طبعا في السينما النهاردة عاملوكش ترشيحات لطيفة لأهم الأفلام اللي تناولت الحيوانات بخلاف طبعا بشكل كبير بيعتمد على الحيوانات ولكن ده فيلم ما يفوتكوش خالص واخت سبع ونص على الامد بي بيتتبع بشكل دوكومنتري قصة اتنين بينجون وحياتهم بس بطريقة مصيرة بشكل مشكل أنا هدخل فيلم ده بصراحة قلت بينجون إيه وبتاعي أنا هتخش تفرج على بينجون هحس بإيه يعني بصراحة أنا خارج يعني واحد تاني خالص طبعا الفيلم ده يتعامل كذا مرة وتعامل في فترة 2011 وتعامل في سينما التمانية وستين وهي فكرة طبعا مصيرة جدا إذا وصل زكاء الشامبانزي أنه هو أصبح بشكل كبير أقرب لزكاء الإنسان ويمكن أن يكون تفوق عليه وأصبح الإنسان هو اللي محطوط رقم اتنين تفتكروا الحياة تبقى عاملة إزاي هنحاربهم هيحاربونا عيبوا أشرص مننا هيتحكموا فينا السؤال ده جدل جدا قعد تفكر في مرة كده قلت طب لو النهاردة فيه كائنات زكية وصلت من كوكب آخر بعيد عننا وطبعا العلماء بيقولوا في الفكر أنه إذا وصلت حضارة أنها توصل تطير وتوصل عندنا هنا الأرض مش هيبقى زي الأفلام الخيال العلمي خالص على فكرة الموضوع هيبقى أصعب مما نتخيل الناس دي هتيجي بجد بصلنا كنامل يعني حضارتهم هتبقى فائقة مش أنهم يتخنقوا معنا زي ما حصل في مثلا ونفيرس لهم الكمبيوتر اللي هو في الآخر يعني كأننا بنتحارب مع جيش موجود بالفعل لا الناس دي هتبقى متطورة بجنون لدرجة أنهنا هنعتبر عشب بالنسبة لهم ولا حاجة يعني الطيرات دي هتطلع في الآخر هبصلها كده إيه الهابل يعني بس في الآخر العلم بتاع السينما بيقول إن إحنا لازم ننزل الحاجات على الأرض طبعا جراسيك بارك من أهم أهم الهرويات اللي تناولت الحيوان في الموضوع البطل بتاعها كان تيريكس هو من أعظم ما حدث في عالم الديناصورات وأحدث تطور وأقوى حاجة وطبعا ما ننساش أبدا أن تيريكس اللي كان بيجري جوه جراسيك بارك ده ما عمره ما كان حيبقى حقيقي أبدا في العصر بتاعه العصر الجراسي اللي هو من يرجع لخمسة وستين مليون سنة ورا وإنه يكون بيجري بالباور الرهيب ده عشان يقدر يوصل إنه يجري ورا ببني أدم لأنه كلما الحيوانات بتكبر زي الفيل وزي الحيوانات الكبيرة الضخمة والخارتية بتبقى حركته بسيطة وليلة وبطيقة على الأرض فطبعا السينما خليته يجري عشان نخاف بشكل أكبر زي ما جروا الزومبيز فجأة بسرعة غير طبيعي وده طبعا طلع الحيوانات أو الطيور بطريقة مرعبة جدا جدا في رائعة هاتشكوك طبعا وده واخد طبعا سبعة وسبعة من عشرة اتعمل سنة تلاتة وستسين فيلم ما يفوتكوش بادينجتون اللي اتعمل منه جزئين وطبعا ده من الأفلام اللي تناولت الدب البريطاني اللذيذ ما تنسوش إن القصة تادي بير دي جاية من اسم رئيس يعني فكرة إن فيه رئيس النهاردة استاد دب أو كان فيه دب هيموته موت أمه بالفعل وبعدين فيه طفل صغير فمرضيش إن هو يموت هذا الولد الديلم الصغير ده له ابن الدب الصغير فرفض فسموا الدب الصغير ده تاد على اسم الرئيس فطبعا من ساعة تادي بير يعني الدب بتاع رئيس تاد فطبعا دي قصة طبعا مليئة بالبيتي الرهيب ناحية الحيوانات Life of Pi أكيد كلكم عارفينه طبعا وزوتوبيا برضو فيلم رائع بتكلم برضو عن عالم من الحيوانات عايشين زي البناء دم الزط جوز الفيلم اللي خد سمكة القرش وخلينا نخاف منها رغم نابت موت أربعة في السنة بس على فكرة يمكن الفيلم يموت متين احنا مش قد دي نفن برضو هاتشي بيدور عن قصة كلب مسيرة جدا جواخ تمانية واحد من عشرة برضو يعني تفرج على كلب يعني آه تفرج على كلب موضوع رائع بجد Finding Nemo ده من أفضل الأفلام اللي يحبها جدا وطبعا لاين كينج اللي هو جاي من أسطورة هاملت وجاي من أسطورة إزيس وزوريس يلا ناخد الفصل الأخير وناخد الخلاصة بقى فيه طبعا في القرآن اتذكر الحيوان بشكل كبير قوي 27 صنفة من الحيوانات اتذكرت في القرآن في منهم ثاديات 13 أربعة أنعام مقترة و3 جوارح أسد كلب زئب و2 أرود وخنزير ورقوب خيل بغال حمير فيلة حشرات 8 أنواع طيور و3 أنواع وطبعا عندنا هدهد بقى وعندنا الحمام وعندنا السمك والزواحي في البرمائيات كل ده اتذكر طبعا بشكل كبير وسواء ببتتحريم أو نحن بيقول ما تبقاش زي الحمار في الصوت ما تبقاش زي الخنزين ما ناكلش لحمة خنزير أو هاتفر هي في الآخر اتذكرت يعني أوصد النص نفسه مليء بالحيوانات لأن هي حاجات موجودة في الحياة وفيه صورة زي مثلا الأعراف بتحتوي على عشر أصناف قبل وبقر وتعبين وجرد وسمك وطائر السلوى والضفادع والأمن والقردة والكلاب كل ده في صورة واحدة وطبعا عندنا طبعا الحوت بالنسبة ليونس وعندنا الخرطوم والحواية والفرث والجناحين وأربع والبطن الربعيات يعني حتى الحاجات الخاصة بالحيوان بس مش مجرد أنه هو زكريم طبعا في الكتاب المقدس طبعا فيه مئة حيوان وحشرة طبعا ما بين الرموز اللي موجودة زي الأسد في وحشية وافتراسه النمر بنقاط السوداء أشبه بالخطى اللي عندهم يعني فيه معاني فلسفية في القداب المقدس الحيوانات الطهرة تكتر وتطلع فيها طبعا ما بتاكلش الحاجات الحيوانات الناجسة زي الخنزير ويروح دايما القذرات بتاعته الكلب بيأكل القئ بتاعه والحصان بيستخدم في الحروب وفيه فروسية الجحش والأتان والخروف والمعز والثعبان والحمل كل ده حتى إيفن النهاردة في تعاليم السيد المسيح لما بيكلم عن الحمل الوديع أو الحملان اللي بيجمعهم عشان أو الراعي اللي بيجمع الحملان حواليه اللي هم فكرة النهاردة إزاي يحميهم ويحمي الأمة بتاعته فطبعا الاستخدام جوا الدين استخدام جوا السينما استخدام جوا كل حاجة احنا بس لازم نكسر منطقة الإيجو الإنساني عشان نفع من الحيوان فعلا يستحق مننا نحن نعطف عليه احنا أمة وده غريب جدا ممكن نسيب أو بعضنا يعني مش هقول كلنا لأن في ناس عندها قدرة أن هي تحسب ده جدا سيب القطط وكلف الشارع وما منحسش بالوجع ولا تجوع ولا فيهم مطر ولا في عاصفة ولا أن هم بيخافوا ولا أن حجمهم وبندوس عليهم في الطرق ومش فرقة الكلام ده كله ما بيحصلش برة لأن احنا يمكن متخمين ومزدحمين جدا بمشاكلنا لدرجة غير طبيعية ولأن يمكن في الآخر الإيجو الإنساني وصل لمرحلة أنه حيوان إيه ده اللي ههتم بيه أنا عارف ههتم بنفسي فيه كده الحالة دي عند الناس بس حقيقة الأمر الحيوان مؤثر فينا احنا بنشتمه وبنربيه وبنكله وبنبهدله وبنطحنه بس احنا نسيين وجوده بشكل كبير جدا جدا الهدف من الموضوع إيه أن الإنسان شايف نفسه بس إيجو سانتريك جدا حوالين نفسه بيبص نفسه أزن هو الكائن الوحيد اللي في الدنيا لو بصيته لأقرب حاجة حوالينا وأبعد حيوان عننا ستجدوا أن الصفات النبيلة كلها موجودة أنا بستخدم طريقة الحيوانات أن أنا أحطها على الشخصيات في التدريس وفي الكتابة بتاعتي أن أنا بتخيل كل شخصية طالع منها حيوان معين في صفاته نبل الحصان ببص على صبر الجمل ببص على حكمة الفيل ببص على اللقم بتاع التعلب ببص على ضحكة الضبع في كائن شرير حكتب عنه وإحنا ساعات بنبص الحيوانات على أنه هما مفترسة جدا ويمكن إحنا كإنسان قتلنا أكتر مما نتخيل من بيئتنا إحنا ما بنشوفش على فكرة أسد بيأكل أسد ما بنشوفش غزالة بتاكل غزالة بس إحنا كإنسان بنقتل بعض بوحشية غير طبيعية بصوا الحرب العالمية الأولى والتانية بس آخر حربين كبار في حياة البشر ودوا ملايين البشر 57 مليون بني آدم في الحرب العالمية التانية بس ده إحنا عمل نفسنا بس الحيوان ما عملوش الحيوان أكثر فلسفة أكثر حكمة أكثر هدوءا ما عندوست بكونش اسم جننهم ما بيقومش overthinking الصبح ما عندوش أزمة لما بيبقى تمسح قاعد سرحان ما بيبقاش بيفكر في أي حاجة تأذي حد هو بس منتظر يأكل ويشرب وينام ويطلع بيضة يسيب حد ويمشي إحنا مش قادرين نتخيل إن هم أنبل مننا بكتير لأن إحنا مش عايزين أي حاجة تحصل تبقى أحسن مننا فأرجوك وبصوا لحيوانات نظرة تانية وافهموا إن هي متغلغلة في الفن وفي الكتابة وبقوة وأنا عن نفسي جوه رواياتي كتبت روايتين بأسماء الحيوانات يعني عندي لوكون دبير وطويت عندي موسم سيد الغزلان لا تلاتة وعندي الفيل أزمة طبعا وجوه كل رواية جوه حيوانات وده ليه لأن أنا كنت بتسحب من أفايا وأنا صغير في سن صغير واعدوا قدام أفاصل فيه في جنينة الحيوانات أنا تتفرج على هذا الكائن الرهيب وتلك الزلومة العظيمة لمدة ثلاث ساعات ففي الآخر نتج عنها إن أنا في يوم قام كتبت رؤية اسماء فيه لازرق فطبعا إفهموا إن الموضوع مش صغير إفهموا يعني إيه حيوانات وبصوا لها باحترام لأن هي اللي بتدينا دروس في الحياة أكتر مما نتخيل شوف الأسبوع الجاي مع حلقة تانية من التوليفة من 18 يوم الثلاثة تصبح على خير كنتم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في نجوم أفقام على كيفك